موسيقى نبدأ جولتنا الصحفية طبعا بصحف أسبانيا تحديدا صحيفة ماركا اللي ركزت على مستقبل الفرنسي زي ما قلت لحضراتكو بوكبا في ألمان يونيتد كتبت الجريدة منشستر يونيتد يستسلم لرحيل بول بوكبا الصحيفة كمان اهتمت بتصريحات أخوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن إمكانية عودة إنيستا وميسي وكتبت لا أتجاهل عودة إنيستا وميسي طبعا على لسان لابورتا رئيس طبعا نادي برشلونة لسه في أسبانيا لكن نروح لسبورت الأسبانية اللي ركزت على تقديم طبعا برشلونة لللاعب العائد البرازيلي داني ألفش وكتبت عرض ألفش ولا بورتا لا يستبعد عودة ميسي وإنيستا كمان الجريدة تحدثت عن دربي كاتالونيا ما بين برشلونة وإسبانيول برشلونة وكتبت يتبقى يومين على الدربي الكبير لسه في أسبانيا مع جريدة إيز الأسبانية اللي ركزت على حوارها مع الفارو لاعب ريال مدريد المعارل لفرونتينا وكتبت منح الكرة الزهربية لكريم بن زمة سيكون انتصارا لكرة القدم الصحيفة اهتمت كمان بتقديم برشلونة للاعب داني ألفش وكتبت لا يوجد أحد مثلي الصحيفة اهتمت كمان باقوبة الفرنسي أنتوان كريزمان لعب أتليتيكو مدريد بعد طرده أمام ليفر بول وكتبت إيقاف كريزمان لقائن طيب نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا تحديدا طبعا لكيب الفرنسية اللي بتركز على فريق سانتيتيان اللي بيسارع من أجل البقاء في الدور الفرنسي من خلال مدربه كلاود بايل وكتبت كلاود بايل أنا في مهمة أنا في ميشن كبير جدا الصحيفة اهتمت كمان برغبة جونيوتنو المدير الرياضي الأونبك ليون الرحيل في نهاية الموسم وكتبت هزة في النيت طيب توت سبورت الإيطالية ركزت على إمكانية ضم يوفينتوس لعب خط الوسط الفرنسي زي ما بقول لحضراتكم يوفينتوس على طبعا رادار أو بوكبا على رادار فرق كثيرة من نهرية المديد واليوفينتوس وكيل أعماله منه رابيولا اللي يمكن أكد خلالها يوفينتوس يستطيع أن يحلم يعني بيقول أن دوت يمكن بوكبا أنا في اعتقاد الشخصي ومن خلال حتى وكيل أعماله بيتكلم أن بوكبا اعتقاد الشخصي أنه هو في طريق الريال مدريد بالرغم أن في عروض كثيرة جدا لبوكبا كلها طب تيم طبعا بنتكلم على اليوفينتوس بنتكلم على البي اس جي بنتكلم على برشلونة ولكن في اعتقاد الشخصي بوكبا يمكن من العام الماضي عنده طموحات كبيرة جدا جدا ليه طبعا يمثل الملكي الأبيض الحائز على يمكن بطولات كثيرة جدا أكبر الأنديح صورا على البطولات الأوروبية ريال مدريد هنشوف بوكبا هيروح فين لكن كمان عندنا هنا في المحترف لسه الحلقة عندنا حاجات دسمة وعندنا يمكن فقرات مهمة جدا جدا هتعبوها مع حضراتك لكن بعد الفاصل حيكون معنا الناقد الرياضي المتميز محمد الباز هنقش معاه كل تفاصيل الحلقة كل تفاصيل الحلقة من خلال طبعا المنتخبات والطريق إلى كاس العالم 20-22